السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل وياكم فيديوهاتنا السابقة وموضوعنا حاليا هو Structural Analysis اللي هو التحليل الإنشائي أو التحليل الهيكلي ونحن على وجه الخصوص هنتكلم عن نقاط مهمة في عملية التحليل وهذه النقاط الأولى هي راح نقول How to determine the forces and the members of the truss using the method of joints and the method of sections هنتكلم عن simple trusses على وجه التحديد simple trusses على وجه التحديد اللي هي المسنمات أو الجملونات المسنمات أو الجملونات الحديدية وحنتكلم عن طريقة تحليلها وكل تفاصيلها في فيديوهات لاحقة إن شاء الله لكن حنطي نبذة مختصرة في هذا الفيديو أيضا هنتكلم عن تحليل القوى بالممبرز أوففريمز وكذلك البن البن كوننكتد منبرز وإلى آخره كل هاي هتجينا إن شاء الله في مجموعة من الفيديوهات المستمرة فأولاً هنأخذ simple trusses simple trusses اللي هي المسنمات البسيطة طبعاً اللي ما بها تعقيد أحنا عادةً أي شيء نريد نتعلمه لازم نبدأ بالبسيط نفهم البيسيكس أو الأساسيات الخاصة بيه وبعدها ننتقل إلى العملية المعقدة المسنمات عادةً أو الجملونات هي حياك الحديدية تتألف من ال-I-beams أو ال-H-beams وكذلك من channels والcrossing ومن ال-basic plates من ال-blades ال-bracing وإلى آخره كل هاي تفاصيلها ممكن أن يتم تحليلها باستخدام برامج لكن أحنا في عملية التحليل ليجب أن نفهم ما هي مفاهيمها الأساسية الشون تتم عملية التحليل فبالتالي أدي هذا المسنم اللي علي أن أعني أفهم تأثير هاي القوة الخارجية اللي هي ال-external force الشون تتأثر على ال-joints اللي هي المناطق الربط مع بين هاي المنبرز وكذلك الشون تتأثر تحليليا على ال-internal forces أيضا شون تتأثر وشون تتحول ال-external مع ال-internal forces وتكون كتلة واحدة يجب تحليلها بالتفصيل طبعا لو رحنا على هذا الشكل الواضح أمامنا هذا الشكل الواضح أمامنا وهذا مجسر على سبيل المثال شون مجسر صرافية وفي بغداد وهذا الجسر من شنو يتألف طبعا عادة نحن درسنا سابقا في الفيديوات السابقة إنه شنو هي السابورت الجانبية هاي السابورت الجانبية اللي هي الركائز الجانبية اللي يتم تحليلها مثلا هاي هي المثل هينج وهذا هو الرولرز بالتالي علينا إنه لازم نعرف شنو هي ردود الأفعال الخارجية اللي يتحملها هذا الوزن حتى أقدر أن نحافظ على عملية التوازن لهذا المجسر وأيضا أعرف تحليليا ما هي تفاصيل هذا المجسر فهذا المجسر يتألف من حديد بالاتجاه العرضي نسميه بالفلور بيمز يعني المجسرات اللي تكون الأرضية اللي تكون عرضية والسترينجرز اللي هي تكون بالاتجاه الطولي أيضا تكون بالاتجاه الطولي وهذا هو الدك اللي هو يمثل أرضية الجسر فالواجب علينا نحن كمهندسين أن نعرف تفصيليا أنه نحلل كل قطعة من هاي القطعة أو المنبرز أو أعضاء أو أجزاء الهيكل نعرف شنه هي القوة الخارجية اللي تأثر ومع القوة الداخلية وكيف تحصل عملية التوازن لذلك عندي طريقتين لعملية التحليل هي طريقة الجوينز يعني طريقة المفاصل أو الجوينز أو مناطق الربط وكذلك طريقة السكشنز عملية السكشنز اللي عملية التقطيع نعرف كل وحدة ونربطها بمفاهيمنا السابقة اللي أخذناها في فيديوهاتنا السابقة فيما يخص عملية الربط الربط أما تكون عن طريق هاي المنبرز المربوطة احنا كل منطقة احنا هاي كل منطقة مربوطة أما تكون مربوطة عن طريق القست بليت يعني هاي اللي هي البليتة اللي تربطها عن طريق البولت أو الريفت اللي هي البراغي احنا نسميها او مناطق الجوينات وكل برغي نحسب شنو تأثيراته من ناحية الشد ومن ناحية القص ومن ناحية البيرنغ التحمل او تكون عن طريق البنز او تربط هذه عن طريق البنز شوف هذا البن اللي هو يربطهن ثلاثة فهاي عم الطريق تين هي اللي يتم عن طريق ربط الحديد الموجود في هذه الهيئة طيب لو نجي نعرف كل منبرز موجودة هنا هذا المنبرز الموجود احنا لازم نعرف انه شنو هي القوة اللي يتأثر عليه عادة انا عندي قوتي اما قوة شد او قوة كومبشن بالتالي انه كل منبرز احنا رح نجي نحلله احنا حنفترض انه هي القوة شد يعني لما نسوي هنا قطع اللي هو هذا القطع هذا اناش حفرضه اسميه بالتو فورس منبر هاي الاعضاء اللي لما انا لما اجي ااخذ قطع هنا وهنا معناها انا حاجي افرض هنا قوة وحاجي افرض هنا قوة فبالتالي هذا يسموه بالتو فورس منبر انه هذا المنبر هو بعملية شد من الجهتين او عملية كومبشن من الجهتين ليش حتى تحصل عندي عملية التوازن الواجب علينا انه نركز شون يتم عملية التحليل وشون يتم تحويل هاي القوة الخارجية وتحليلها مع القوة الداخلية وحساب مقدار ردود الافعال وحساب الانتيرنال فورس حتى تحصل عندي عملية التوازن اللي من خلالها نحصل على منشأ مستقر ومنشأ هندسيا ناجح انشاء الله هنتكلم عن طريقة الجوينز في الفيديو اللاحق انشاء الله نشوفكم في فيديو جديد شكرا جزيلا لكم